نقدر نقدم للناس معلومة تكون على قدر حضرتكم المحترم مبدأين عايزين نعرف يعني الشركات الافتراضية خليني أقول الشركات الحقيقة اتغيرت خلال الفترة الفاتت بشكل كبير وهستعد يمكن فترة كورونا لأن دايما يعني العلم قبل كورونا وما بعد كورونا والحقيقة كان يمكن فيه شركات اللي يمكن كانت بتؤدي الحقيقة أعمال كبيرة خلال الفترات الفاتت وخليها سميح أن يمكن الشركات اللي هي ما بتعتمدش على قوة بشرية موجودة يعني في المكان أو محتاجة أنها تبقى موجودة بشكل دائم في الشركة هذه الشركات الحقيقة بتؤدي كمان بعض الخدمات أو الأعمال بشكل افتراضي أو تقدم لبعض مثلا من مصر إلى كثير من الدول بدون الحاجة أنها تبقى متواجدة الحقيقة في المكان فبالتالي ظهر نوع جديد من الشركات اللي هي بتقدم خدمات مختلفة في قطعات تكنولوجيا المعلومات لأن حقيقة خدمات تكنولوجيا حتى نوع الخدمات التكنولوجيا اختلف احنا بنشوفنا الوقت خدمات زي خدمات الأمن السيبراني شوفنا خدمات حتى تطوير البرمجيات شوفنا حتى كمان بقى هناك وسائل وأساليب تكنولوجيا مش محتاجة أن الشركة يباليها قوة بشرية موجودة في المكان للتشغيل والدعم الفني واعتمادة على تقنيات زي انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وخلافه فبالتالي الحقيقة دول كثيرة جدا يعني تعتمد على نوع من الشركات اللي هي تؤسس حتى افتراضيا تكون موجودة افتراضيا حتى المقر الخاص بالشركة بيكون افتراضي احنا يمكن توجهنا في مصر إلى هذا النوع من الشركات ومؤخرا حتى ظهر الشركات اللي هي الفرد الواحد لتشجيع طبعا بعض الشركة أو بعض الأعمال اللي كانت في النطاق الغير رسمي تنتقل إلى النطاق الرسمي كان فيه معاوقات وتحديات أن كله بيبخايف أن أنا لما أسس شركة محتاج بقى أن يبقى عندي عمالة عندي مقر دائم موجود وهكذا طبعا الموضوع ده اختلاف شوية طبعا الدولة بتتحرك سريعا في هذا الإطار أنها تشجع الشباب اللي هم لأن فيه خدمات ماذا زي خدمات استشارية هي مش محتاجة الحقيقة يبقى عند حضرتك قوة بشرية ومقر موجودة على الأرض وهكذا ولكن هي خدمات مهمة جدا خدمات البناء التصميم الهيكلي للأنظمة وخلافه اللي هو الاركتكتشر أو الديزاين حتى ليه الأنظمة حتى محتاجة أن يبقى فيه تخصصات موجودة لكن تستدعى هذه التخصصات اللي بنسميها حتى العمل الحر اللي بعد كده بقت ليها إطار رسمي وفقا للمشروع يعني أنا كشركة محتاج يبقى معايا فريق مكون من تخصصات معينة بستدعى هذا الفريق الهزين مهم وينتهي بعد كده علاقة العمل ممكن تستدام بعد كده وفقا للمشروعات الموجودة